أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الإسرادية والفجوة الدولارية من أجل القضاء على هذه الفجوة خلال الفترة القادمة وضف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بإدعم الفلاح وتوفير سعر مجدي لتوريد القمح فقد أقر مجلس الوزراء حافظ توريد إضافي بقيمة 250 جنيها وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأرتفاء أول شيء في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفلاح وأنه يبقى فيه سعر مجزي لتوريد الأمح في هذا الموسم يعني إحنا كنا سبق طبعا أن إحنا كنا خدنا قرار بأن يبقى سعر توريد الأردب هو ألف جنيه فالنهار ده مجلس الوزراء أقر حافظ توريد إضافي ب250 جنيه وبالتالي يبقى كده القيمة الإجمالية لتوريد القمح إن شاء الله حيبقى 1200 جنيه للأردب وده رقم يعني رقم مجزي طبعا بنقارن بالسنة اللي فاتت كان إجمالي قيمة الأردب يعني مع الحافظ اللي كان مصروف كان حوالي 880 جنيه للأردب فبالتالي إحنا كده بنتكلم النهار ده على 1200 جنيه للأردب الأمح وده شيء مهم جدا مع استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح وإن كل دورنا إن شاء الله لفترة الجاية هو دعم الزراعة ودعم الفلاح المصري ترجمة نانسي قنقر